طيب هسنا حتى ننطفد رسالة نعم اطمئنان للأشخاص اللي مثلا صار خمسة أشهر ستة أشهر هو تحليل نتائج رسالتي رسالة اطمئنان انه الاولى انه ما جاء بحث اجتماعي ظلوا هاي الاعداد القليلة كلش ان شاء الله راح ننهي الملف خلال شهر تمام اللي اسر الان اللي يكمل اجراءاته ويشوفه تحليل نتائج فقر هو راح يكون بالوجبات القادمة جيد السيد الوزير اعلن انه ان شاء الله خلال هذا الشهر راح نطلق الوجبة السادسة الخاصة باعات الحماية الاجتماعية وهذه المرة راح تكون وجبة كبيرة مو مثل الوجبات السابقة يعني اكثر من ستين اكثر من ستين اكثر بكثير من ستين ألف حتى انه نكمل اجراءاتهم حتى ان شاء الله يستلمون ضمن شهر الدعش هم راح نكمل اجراءاتهم واصدار راح يكون سريع راح نضاعف عملية الاصدار قبل نهاية السنة المالية جيد هذا الاجراء الاول إجراء الثاني أنه اللي يستلموا حتى بهذا الشهر ويصدروا لكي كانت هو واحد دعش رح يستلم المبالغ لعانة حماية اجتماعية البي وما يقارب أكثر من مئة ألف إن شاء الله على الشهر القادم رح يستلمون العانة الأولى لهم بالحماية الاجتماعية وبالتالي نفس الخطة اللي رسمناها من يوم واحد وذكرناها وأكثر من كررتها وياك أنه التزمت الحماية الاجتماعية بكل الوعود قطعتها أنت تعرف أنه أنت الضيف الوحيد اللي يقول لي كلام وأنا مرات أظل بحوش أد شوف وين دكتور أحمد هنا قل لي تصير كلين يتصيرين يعني أنت ملتزم بكل الأجوبة اللي دي قاعدوني نعم أحنا عدنا سيناريو عرض ما أول ما أنه الهيئة أنه أعلننا بشكل واضح الأعداد تقدمت هلقت بعد المقاطعة تبيانات هلقت بقى وأرسلنا الباحثين اجتماعيين وكل بشفاف والآن تدخل على قاعدة تبيانات راح تشوف هاي الأعداد كلها حقيقية وموجودة طيب ما نطينا صح أنه البحث الاجتماعي قبلناها قلنا راح نكملها بثلاثة شهر لا كذبنا على العالم ولا شيء الآن أنت وصلت إلى ثنين مليون أسرة كمنا نجراءات البحث الاجتماعي بها وشمننا ستمية وسبعين ألف أسرة والأعداد المتبقية إن شاء الله خلال شهر خلال شهر وأكو نقطة أنت ذكرت لها قدت اللي عنده استمارة تأخذها منه اللي عنده استمارة يجي باحث طبعا وكي موضوع كل شمهم إنه بعض إنه صير مشكلة إنه تعرف التعلن عن الملحق إنه طبعا هي هذه الهيئة الحماية الاجتماعية كيف ما تعرف أنه هي مبيدها إنه تحدد منه الفوق خط الفقر ومنه دون خط الفقر فأحنا أرسلنا الوجبة متكاملة لكل الأقسام ظهرت بعض المحافظات إنه نسبة الشمو الأقل من باقي النسب فهو للأمانة إنه سيد الوزير اقترح أنه يتم تعويض هذه المحافظات وأخرجنا ملحق بحدود الـ 12 إلى 14 ألف قيد وعوضنا المحافظات اللي ظهرت نسبها أقل